اشتركوا في القناة ما اعطيت المسلسل فرصة وتابعت جميع حلقاته وانتهيت منه للامانة غيرت رأيي بنسبة مرة كبيرة مسلسل للامانة ما تعوب عليه سواء من ناحية الانتاج او الكتابة او الاخراج او حتى من ناحية الاداء الاسطوري والرهيب جدا لبطل المسلسل اوسكار ايزيك او حتى من ناحية الاجواء العربية والمصرية الفاخرة والاصلية ركزوا على كلمة اصلية لاننا بنتكلم عنها بعد شوية للمانة الاجواء المصرية والعربية كانت مرة ما اقضى جزء كبير من المسلسل على انه كله باللغة الانجليزية الا انها كانت معطياجة ولها اثر جدا قوي في المسلسل الجزء الاول من المراجعة راح يكون خالي من الحرق وحسب مفهومك للحرق بقى والجزء الثاني راح يكون مع الحرق ولا تشيلهم لانه في كل الحالتين وقت ما نيجي نحرق راح اقول لك بس يكفي الان راح نبدأ حرق تقدر تمشي اذا انت ما تبغى نحرق عليك لايك للفيديو بيكون شيء مره رهيب وبيساعد القناة كثير واشترك في القناة لما كنت مشترك وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف ويلا بينا نتكلم عن مسلسل مون نايت طيب يا جماعة قصة مسلسل مون نايت ببساطة هي عن شخص اسمه ستيفن انسان بسيط وعايش حياة بسيطة ويشتغل في احد المتاحف بوظيفة برضو بسيطة ولكن ستيفن يا جماعة هذا عنده مشكلة صغيرونة اد كده وهي انه ستيفن تسكنه الروح شريرة لا امزح ستيفن يا جماعة تسكن داخل شخصية ثانية مختلفة عنه تماما سواء بتصرفاتها بنفسيتها بأهدافها بطموحاتها بكل تفاصيل الشخصية تماما شخصية اخرى تماما تسكن داخل ستيفن والوصفة الاقرب من ناحية علمية لهذه الحالة اللي مر فيها ستيفن هي انه يعاني او انه مصاب بالاضطراب الهوية الانفصالية اضطراب الهوية الانفصالية يا جماعة كان يعرف سابقا باسم اضطراب الشخصية المتعددة ويتميز هذا الاططراب بالتناوب بين الهويات المتعددة فقد يشعر الشخص وكأن صوتا واحدا او اكثر داخله يحاول السيطرة على تفكيره وغالبا ما يكون لهذه الهويات اسماء وخصائص وسلوكيات واصوات فريدة تميزها عن بعض البعض ياب ستيفن كان يعاني من هذا المرض ولكن بشكل مرة متقدم لدرجة مرت فترة طويلة من حياة ستيفن وما كان يعرف انه تسكن داخله شخصية ثانية وعايشة حياتها وتروح تقضي امور كثيرة وهو مش عارف تعرفوا اكثر يعني لما تشوفوا المسلسل وبرضو ستيفن يا جماعة هو مون نايت او فارس القمر واللي يخدم آلهة مصرية قديمة اسمها كونشو او كونشو في الجانب الاخر من القصة عندنا الشخصية الشريرة ارثر هارو واللي يقدمها ايثن هوك وهي شخصية شريرة تخدم آلهة مصرية قديمة وهدفها تحقيق العدالة في العالم بطريقة جدا قاسية وما فيهاش اي عدالة كيف بتفهم لما تتابع هذا اللي تحتاج تعرفه حاليا عن قصة المسلسل والباقي راح تعرفه اول ما تبدأ تابعه ولكن حط في بالك قبل ما تتابع المسلسل احب اقولك انه مسلسل مون نايت حرفيا الى الان ما له اي ارتباط رسمي بعالم مارفل السينمائي اوكي هو المارفل وداخل عالم مارفل ولكن ما تم ربطه باي شكل من الاشكال بعالم مارفل اللي نعرف يقولون انه كان في خطة لربط المسلسل بالاتيرنلز او يخلون واحدة من شخصيات الاتيرنلز تظهر داخل المسلسل ولكن تكنسلت الفكرة في لحظة ما بمعنى انك راح تتابع مسلسل مون نايت من اوله الى اخره كعمل مستقل تماما بشخصياته بقصته بتفاصيله انتهى بنهاية كويسة من وجهة نظري وجيدة الى حد كبير ولكن الكاتب برضو ترك جزء من نهاية المسلسل مفتوحة وتركتنا امام خيارين اما انه المسلسل هذا بيكون فيه منه موسم ثاني واللي هو شيء مستبعد تماما زي ما قال اوسكار ايزيك بطل المسلسل قال الى الان ما في اي خطط لتصميم او لانتاج مسلسل او موسم ثاني من مسلسل مون نايت في كل الحالتين شخصية مون نايت تم تقديمها داخل عالم مارفل السينمائي وراح نشوفها في عالم مارفل السينمائي مستقبلا لا محالة لانه هذه هي خطة توجه ديزني سواء بنشوفه داخل مسلسل او بمسلسل خاص في موسم ثاني او راح نشوفه ضمن افلام مارفل القادمة طيب يا جماع المسلسل مكون من 6 حلقات بمعدل 45 دقيقة لكل حلقة والمسلسل وصل تقييمه على موقع ايم دي بي الى تاريخ هذا الفيديو 7.6 من 10 يعني 7.5 من 10 تقريبا وبالرغم من ان تقييمه منخفض مقارنة بالتقييمات العامة للمسلسلات الا انه مسلسل مون نايت يا جماعة حصل على شعبية مارة رهيبة وغريبة وسمعة فجرت ارجاء السوشال ميديا لعدة اسباب برضو راح نقولها بعد شوية فلا تخلي التقييم مقياس لك اوكي 7.6 في عالم المسلسلات ترى منخفض المسلسلات عادة من 8 وفوق اوكي نبدأ نفكر نتابعها بس مسلسل مون نايت يعني ما اقدر اقول انه مظلوم ولكن مسلسل ممتع تقييمه اوكي منصف الى حد ما بس لا لازم تعطيه فرصة الحلقتين الاولى يعني راح تترك فوق راسك على ما تستفهم مارة كثيرة ولكن بشكل تدريجي راح تبدأ توضح معاك معالم المسلسل وتنرسم صورته بشكل اوضح داخل راسك وبعض الاشياء يمكن تفهمها ويمكن يترك لك الكاتب فيها الخيار ابحر افهم زي ما تفهم يا كبير المسلسل من بطولة الرهيب والمتألق جدا اوسكار ايزيك وكذلك الممثلة المصرية الفلسطينية ميغا الماوي والممثلة الكبير والقدير ايثن هوك وكذلك الفنان الكبير من اصول سورية صاحب الحنجر المميزة اف موراي ابراهام من اخراج محمد دياب وهو كاتب ومخرج مصري بدأ مسيرة عام 2007 تقريبا وبطريقة ما محمد دياب لقي طريق الديزني وديزني لقي الطريق له وخلوه يخرج مسلسل مون نايت وللامانة افضل شي ديزني سوته انها خلت مخرج مصري عربي اصلي يخرج هذا العمل او هذا المسلسل بالتحديد لانه مسلسل مون نايت بنسبة كبيرة كل احداثه تدور حول مصر والفراعنة والتاريخ الفرعوني والاهرامات وشوارع مصر بشكل عام فكان محمد دياب للامانة افضل خيار سوته ديزني داخل او ضمن خطة انتاج هذا الفيلم او عفوا هذا المسلسل بحكم خلفية الثقافية العربية والمصرية لانه كلنا عارفين يا جماعة لو ديزني راحت جابت مخرج اجنبي وقالت له اخرج لنا صور لنا مسلسل داخل مصر ايش كنا بنشوف كنا بنشوف انه مصر عبارة عن صحراء وكلها نسوان مكسورات وكذا خايفين من يعارفيش وحجابهم مو مزبوط وكان شفنا الصورة النمطية المنتشرة عن مصر وعن العالم العربي بشكل عام فلذلك المخرج محمد دياب استغل الفرصة وكان حريص جدا انه يقدم مصر بشكلها الحقيقي باجوائها الحقيقية بمناظرها الجميلة واهرامها الرهيبة وشوارعها المزدحمة كمان محمد دياب كان حريص جدا انه يستخدم اغاني وموسيقى عربية جدا جميلة ترجعنا الى الزمن الجميل تارة وتدمجنا مع المستقبل والحاضر بشكل جدا رهيب نفترض انك ما تعرف ايشي عن المعلومات اللي قلتها لك بس تتابع العمل بتقول لا يا جماعة في شخص عربي واقف فرا هذا العمل يب مرة ممتاز شكرا ديزني انكم خليتوا العمل يطلع بالشكل ذا وهذه هي احد اهم ميزات مسلسل موننايت انه اللي يقف وراء هذا العمل ومخرج عربي مصري مننا وفينا ويعرف كل شيء عن مجتمعنا وثقافتنا كعرب ويعرف ثقافة المجتمع المصري خلونا الحين يا جماعة نروح لجانب الاداء والتمثيل بداية ببطل المسلسل اوسكار ايزيك للامانة انا مر احترم اوسكار ايزيك واشوفه من الممثلين الرهيبين في هوليوود واللي يستاهل سمعة اكبر بكثير من كذا ولكن للامانة في مسلسل موننايت اثبت لي اكثر واكثر انه فعلا ممثل كبير شوفوا يا جماعة حكاية انك تقدم دور شخصية معينة ايتس اوكي ممكن نقول سهلة لكنك تقدم دور شخصيتين مختلفتين نفسيا اجتماعيا لهجة وتصرفا مهما حاولنا نسهل الموضوع لا ترى الموضوع ما رملا غوص الموضوع ابدا مش سهل حرفيا شخصيتين منفصلتين عن بعض تماما قدم كل شخصية بشكل مختلف عن الثانية تماما ستيفن شخصية مسالمة وغلبانة وتمشي جنب الحيط وتتكلم بلهجة بريطانية وكذا ممي لظهرها ومارك نفس الممثل شخصية مجنونة وعندها تاريخ ملطخ بالدماء والجاسوسية وتتكلم باللهجة الامريكية الاثنين مارك وستيفن يقدمهم اوسكار ايزيك وقدر انه يقنعني انه هذا شخص وهذا شخص اخر تماما وهذه بحد ذاتها تخلينا نقول ريسبيكت ما بغى احرق عليكم كثرة الوصف ولكن صدقوني راح يبهركم اوسكار ايزيك في هذا المسلسل مرة غير انه الجانب الدرامي لشخصيته اوماي جاد راهيب ايثن هوك يا جماعة للامان انا مرة احب هذا الممثل ويعجبني اداءه احب الكريزمة تبعه في اي دور غالبا يقدمه وفي هذا المسلسل قدم دوره الشرير وخادم لأحد الالهات المصرية القديمة وبالرغم من اني عادة انفر كذا يعني من الشريرين ولا احكم عليهم واطنشهم ولا اتجاوزهم الا انه ايثن هوك للامانة ما قصر قدم دور جيد ما راح اقولكم ممتاز وعظيم لا قدم دور جيد وكنت مستمتع مرة بوجوده ضمن القصة والاهم من هذا كله يا جماعة الوجه اللي خطف الانظار واركفع نجمه عاليا في السماء الممثلة المصرية الفلسطينية المولودة في البحرين مي قلماوي واللي تألقت وارتقت في السماء عاليا بين شوارع وصحراء مصر الجميلة البنت مرة خطفت الاضواء وسوت شو حلو في المسلسل لدرجة انها صارت ترند على تويتر بل انها وصلت الى توب عشر في قائمة اكثر الممثلين شعبية في موقع ايم دي بي فضلا عن ان دورها داخل المسلسل كان مرة مهم واتطورت شخصيتها داخل المسلسل بشكل مرة رهيب عموما يا جماعة المسلسل ممتع ويشدك باحداثه اذا كنت تحب هذا النوع من المسلسلات شوية غموضة على شوية اكشن على شوية لحظة موخة على شوية تاريخ فرعوني رهيب ولكن للامانة المسلسل لا يخلو من العيوب لا فيه كثير فجوات فيه كثير اشياء كذا غير منطقية تماما فيه اشياء بتخليك تقول اي مدير كيف كذا لو سووا كذا كان بيصير كذا احسن بتفكر كثير يعني بتحط كذا ملاحظات ونقاط حمراء كثيرة لو انت تتابع المسلسل ولكن اكرر المسلسل ممتع تقدر تابله الاشياء اللي قلتها والسلبيات قابلة للتجاوز وكل ما تقدمت في متابعة حلقاته بالنسبة لي انا كنت مرة مستمتع في البداية استعجلت في الحكم عليه زي ما قلت لكم ولكن بعد كم حلقة لا مسكت نفسي في المسلسل ووصلت الى مستوى ممتاز من الاستمتاع بالمشاهدة نهاية المسلسل كانت مناسبة الى حد كبير ولكنها تركت فوق راسي شوية علامات الاستفام وتعجب ممكن تترك فوق راسك نفس علامات الاستفام وتعجب وممكن تكون مرضية بالنسبة لك ولكن المسلسل انتهى بشكل جيد مش عظيم الى هنا نكون وصلنا الى نهاية المراجعة بدون حرق ولكن قبل ما تمشي وتضغط لايك على الفيديو وتنشر وتزبط المظابيط زي كذا ممكن تسألني هل اتابع المسلسل يوجيه ولا اسحب عليه اذا مضروري اذا قصدك هل هو مرتبط بعالم مارفل السينماي قلتلك لا الى الان لا ولكن حط في بالك لو قررت انك ما تتابع المسلسل بتسحب عليه وبكرة نزلت افلام لعالم مارفل وظهرت فيها شخصية مون نايت ترى راح تضطر انك ترجع تتابع المسلسل علشان تفهم الورجين ستوري او القصة الاصلية وقصة نشأة مون نايت فالقرار بين يديك حدد قرر وانطلق بنفسك اما بالنسبة لي ايب اوصي بشدة انكم تتابعوا انتهت فترة المراجعة بدون حرق رسميا الان تقدر انا تتركنا لايك حلو من يدك الحلوة ونشوفك على خير تابع المسلسل وتعالكمل الفيديو طيب يا جماعة نخش على مراجعة عبدو حريقة لاحظوا اني غيرت الجلسة اه بس عشان ما اطول عليكم يا جماعة بنتكلم بشكل يعني ايش مختصر عن بعض النقاط المهمة اما بدين يا جماعة جزئية كنت اتمنى انهم يوضحوها داخل المسلسل كيف تكون السيطرة متاحة ما بين شخصيات مون نايت او الشخصيات اللي داخل عقل مارك يعني ليش ستيفن الغلبان والشخصية اللي خرجت لاحقا من داخل عقل مارك هي اللي عندها السيطرة طول المسلسل او في اجزاء كبيرة من المسلسل كانت هي المسيطرة ليش ما هو مارك بحكم انه هو الشخصية الاساسية واللي ولدت معاه ليش ما يكون هو صاحب القرار ايش اللي يحدد مين اللي يحدد مين صاحب القرار ولكن اللي فهمنا انه مارك ابتكر شخصية ستيفن علشان يهرب من الامه او جاعه بسبب انه مات اخوه في حادثة وسط المطر وسط الدنيا زي كذا وامه القت اللوم عليه اكثر من اللازم الى ان اصيب بالاضطراب هذا فكلما كان مارك يحس بالضيق يخرج من داخله ستيفن ويعيش حياة مسالمة من دون مشاكل المشكلة كمان انه في مرحلة ما كان مارك موجود في انعكاسات المرايات ويجلس يترجع بليز رجعني خليني انا اتصرف ليش انت الاصل اصلا مفروض ستيفن اللي يترجعك هذا الموضوع اللي يعني شوية ملاخبط لدماغي واللي خلاني كمان اتلحس اكثر انه في لحظة ما لا مارك فجأة يخرج ويخلص الليل طيب ايش السالفة الحين هو الموضوع بيد ستيفن ولا عشوائي ولا كيف عاليته بالضبط يا وجيه تراك كبرته اي صغيرة اوكي انا قاعد اقول لكم الموضوع اللي مزعجني بس في المسالسة ليشبكم يعان لما انا حبيت لحظات تحول ستيفن ومارك الى شخصية مون نايت او مستر نايت والمشاهد القتالية لمون نايت واندماجه مع القمر احيانا كده لما يطلع ويسوي باجنحته زي القمر او بالعباية حقه زي القمر مرى رهيب المشاهد القتالية وتم توظيفها بشكل جدا رهيب في اكثر من مشهد وحبيت كيف انه شخصيات اوسكار ايزيك تحدد مظهره في عملية لبس البدلة يعني ستيفن بدلته اسمها مستر نايت وتحسها كده ما اخذ وضعية اقل جرأة واقل حدة ويمكن كده فيها شوية فكاهة وكوميديا بحكم انها بدلت ستيفن الغلبان والطيب اللي ماله في المشاكل ولكن مارك راعي المشاكل واللي عنده مهارات قتالية بدلته اسمها مون نايت مباشرة وشكلها جدا فخم ويعطي انطباع انه اللي لابسها مر شخص قوي وعنده مهارات قتالية وعارف هو اش قاعد يسوي ولكن خلونا ما ننسى حاجة يا جماعة حاجة مرة مهمة اكتشفناها في نهاية المسلسل وهي انه مارك وستيفن عندهم شخصية ثالثة جواتهم هم كمان ما كانوا يعرفوا عنها شيء وات ياب انا كنت حاس بس اكتت في النهاية جلسوا يلمحولها اكثر من مرة داخل المسلسل في البداية انا في البداية قبل ما استوعب يعني او قبل ما احط الشك كنت اتوقع انه مارك سبكتر هو اللي قاعد يقتل فجأة ويقطع ويقتل بعنف كذا ولكن طلع لا في شخصية ثالثة داخل عقل مارك ومارك وستيفن ما يدروا عنها اصلا وانا وانت كمان ما ندر عنها وطلع في النهاية اسم الشخصية جايك لوكلي تقريبا وهذه المعلومة ما صدمتني مرة لاني قلت لكم كنت متوقعها بنسبة كبيرة طالما انه في ستيفن وفي مارك ايش اللي يمنع ان يكون في شخصية ثالثة لانه في واحد من المشاهد مارك كذا فجأة صحي من النوم وقالت مين اللي قتل ذولي مين اللي قطعهم ايش اللي صار ستيفن ليش سويت كذا ستيفن قال لا والله مش انا ايش معناته معناته انه في شخصية ثالثة اوكي ما كنت متأقن بس برضو ايش شكيت بنسبة كبيرة الان عندنا شخصية ستيفن جران شخصية طيبة مثل ما قلنا ولهجتها بريطانية وعندنا شخصية مارك سبكتر القوي والجاسوس امريكي الجنسية او اللهجة على الاقل وكمان عندنا شخصية ثالثة اكتشفناها في نهاية المسلسل اسمها جايك لوكلي واللي على ما يبدو انها شخصية اسبانية او مكسيكية الى حد ما ولكنها تقتل بكل دم بارد وعنيفة وتميل الى الشر واكثر عدوانية من مارك ومن ستيفن ومن مون نايت شخصيا طبعا قراءة الكوميك يمكن يكونوا عارفين انه الكلام هذا ما لوجود في الكوميك على حسب ما قرأت لانه على حد ما قريت في الكوميك انه الثلاث شخصيات هذولي مارك وستيفن وجايك مرة متفاهمين في الكوميك تنسيق ما بينهم حلو انت اخرج انت تعال لا فيه تنسيق بينهم وما يعرفهم بعض لا عارفين بعض يشتغلون مع بعض وفيه تنسيق بينهم للظهور بدون اي مشاكل ولكن في المسلسل تم تغيير هذه الجزئية غير كذا في الكوميك يقال انه ستيفن وجايك ومارك كلهم امريكيين وعلى عكس ستيفن المطفر والغلبان والمسكين والغير اجتماعي ستيفن في الكوميك انسان ثري واجتماعي ومرة مرح واما بالنسبة لللهجة البريطانية والامريكية وغيرها اعتقد مثل ما قاله اربك مارفل في واحدة من تدويناتهم على المسلسل في مدونتهم انه الموضوع تم علشان نقدر نميز ما بين الشخصيات ستيفن لهجة بريطانية مارك سبكتر لهجة امريكية والجديد هذا الثالث لهجة تقريبا مكتيكية ويتكلم ماكتيكي او اسباني بشكل عام لو بناخذها بشكل منطقي فهذه الحركة للامانة اقل منطقية من الكوميك لما يكونوا كلهم امريكيين يب منطقية اكثر لانه اش اللي بيخلي ام هذا يتكلم بريطاني فجأة اذا صار يعرف بريطاني من الله الثالث ذا ليش يتكلم اسباني باي حق في الكوميك موضوع انهم ثلاثة امريكيين مرة منطقية وفي المسلسل اقل منطقية ولكن زي ما قلنا ايش لعله تم تنفيذ هذا الموضوع علشان نقدر نميز ونفرق ما بين الشخصيات بسهولة داخل المسلسل مع انه اوسكار ايزيك مرة ما قصر صرت اقدر اعرف ستيفن من نظراته وصرت اعرف مارك من نظراته والاخير كمان جايك لوكلي برضو صرت اعرفه من نظراته مع اني ما شفته للمرة لا لا مرة للامانة اوسكار ايزيك بدع بدع حبيت تحول ليلي وبدلتها جدا وميزة وفخمة برضو كده مع الاجنحة والسيوف شكلها مرة رهيب واتمنى اتمنى نشوفها مستقبلا سواء في مسلسل او حتى في عالم مارفل السينما يضمن احد الافلام او حتى في احد المسلسلات الجانب الدرامي شالته وما قصرت وقدمت الدور على كم الوجه وحتى في مشاهد الاكشن والمشاهد القتالية للمانة كان دورها جدا مناسب حبيت المشاهد القتالية اللي في النهاية ما بين الالهة المصرية كونشو والالهة الكبيرة ذي اكتبع الشرير انسيت اسمها عند الاهرامات لما صاروا بحجم كبير يقلع ام المشهد ما احلاه الاهرام والاضاءات والسينما تقرى في اوف كل شي كان رهيب ذاك المشهد للمانة النهاية جزء منها مفتوح مثل ما شفنا انه كونشو ما زال مسيطر وان كان مارك وستيفن يتوقعون انه خلاص خرجوا من عبوديته هما ما زالوا تحت عبوديته ولكن الشخص الخاضح حاليا لكونشو هو جايك القاتل العنيف المكسيكي مدد الاسباني ولا ادري كيف بيتم اقحام مون نايت او شخصية مارك سبكتر وشخصية ستيفن جرانت وشخصية مايك جايك لوكلي داخل عالم مارفل السينماي مستقبلا ولكن الاكيد الاكيد ولا محالة راح نشوف شخصية مون نايت مستقبلا سوان في مسلسل فيب اعتقد هذه اهم النقاط اللي ممكن نتكلم عنها عن مسلسل مون نايت المسلسل الممتع لحد كبير ولو برتب مسلسلات مارفل اللي تم اطلاقها مؤخرا راح يكون ترتيبها بالنسبة لي في المرتبة الاولى مسلسل لوكي افضل مسلسل الان انتجته مارفل مرتبط بعالم مارفل وفي المرتبة الثانية وان دافيجين وفي المرتبة الثالثة مون نايت وفي المرتبة الرابعة كابتن امريكا وجند الشتاء واخيرا مسلسل هوك اي التسليكي جدا يا يمشي الحال تسليكي بس كان فيه تقديم كده لبعض الشخصيات وكينج بن مصخروه وقفلوا مسلسل ايش الفوضى انتم يا جماعة ايش رأيكم في مسلسل مون نايت وايش ترتيبوا ضمن مسلسلات مارفل بالنسبة لكم اكتبوا لي تحت في التعليقات هذه المعلومات وبرضه اكتبوا لي كم تقييمكم لمسلسل مون نايت بشكل عام اذا تبغى تطبل طبل ما عليك فاحد اذا تبغى تخصف بالمسلسل اخصف به ما عليك فاحد كل رأيك بقول لي صراحة عزيزي الوجيه قولي رأيك عزيزتي الوجيهة بكل صراحة ما عليكم فاحد اعطيكم العافية يا جماعة المشاهدة لا تنسوا اللايك لانه مرة مهمسة عني كثير ما عجبكم الفيديو اعطوا ديس لايك تعالوا تابعني الموقع التواصل اجتماعي اتاكد انكم مشتركين في القناة اتاكد معكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة